بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب إغاثة اللافان في مصائد الشيطان الإمام بن القيم التوزية رحمه الله الدرس 106 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن تلاعبه بهم أنه لما عرضت عليهم التوراة لم يقبلوها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد ومن تلاعب الشيطان باليهود تلاعبه بهم أن الله لما فرض عليهم التوراة وهو الكتاب المنزل عليهم وهي التوراة أشرف الكتب بعد القرآن الكريم ولها مكانة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسله لما فرض الله سبحانه وتعالى تنكروا وحرفوها وحرفوها وبدلوا وبدلوا هذا من تلاعبهم بكتابهم الذي هو التوراة أشرف كتاب بعد القرآن وهذا موقفهم منه وهم يدعون وهم يدعون أنهم أحباب الله وقالت وقالت اليهود والنصارى نحن نعم نحن أبناء الله أولياء الله أولياء الله جل وعلا يعني أحبابه والولي هو المحبوب نحن أولياء الله والله جل وعلا أنكر عليهم ذلك كيف تدعون أنكم أولياء الله قد خالفتم كتابه وحرفتموه نعم ومن تلاعبه بهم أنه لما عرضت عليهم التوراة لم يقبلوها وقد شاهدوا من الآيات ما شاهدوه حتى أمر الله سبحانه جبريل عليه السلام فقلع جبلا من أصله على قبرهم ثم رفعه نعم لما أمرهم الله بأخذ التوراة والعمل بها فلم يقبلوا ذلك أمر الله جل وعلا أمر الله جل وعلا جبريل عليه السلام روح الله أمره أن يقتلع الجبل أن يقتلع الجبل ويجعله فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم ظنوا أن الجبل واقع عليهم عند ذلك أخذوا التوراة مكرهين خشية وقوع الجبل عليهم ولم يأخذوها راغبين فيها نسأل الله العافية وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة بقوة يعني بقبول لا خوفا فقط خذوه بقبول ومحبة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه اعملوا بما فيه اذكروا يعني اعملوا بما في التوراة نعم حتى أمر الله سبحانه جبريل عليه السلام فقلع جبلا من أصله على قدرهم ثم رفعه فوق رؤوسهم ما في قوة جبريل عليه السلام القوي العمين كيف اقتلع الجبل بأمر الله سبحانه وتعالى وظل له عليهم فوق رؤوسهم نعم ثم رفعه فوق رؤوسهم وقيل لهم إن لم تقبلوها ألقينا عليكم إن لم تقبلوها ألقيناه عليكم فقبلوها كرها قبلوها كرها وهم ينظرون إلى الجبل فشية أن يقع عليهم ولم يأخذوها تقبلا وطاعة لله سبحانه وتعالى هذا موقف اليهود من كتابهم التوراة نعم قال الله تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنظر إلى قوة جبريل عليه السلام كيف كيف أن اقتلع الجبل وجعله فوقهم فوق رؤوسهم وضعه فوق رؤوسهم وهو القوي الأمين نعم قال الله تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ظنوا يعني أيقنوا ظنوا أيقنوا أنه ساقق عليهم نعم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون نعم قال عبد الله ابن وهب قال ابن زيد لما رجع موسى من عند ربه بالألواح قال لبني إسرائيل إن هذه الألواح فيها كتاب الله نعم التوراة كتبها الله بيده في الألواح ألواح التوراة وأعطاها لكليمه موسى مناولة أعطاها لموسى مناولة نعم لما رجع موسى من عند ربه بالألواح قال لبني إسرائيل إن هذه الألواح فيها كتاب الله وأمره الذي أمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه فقالوا ومن يأخذ بقولك أنت لا والله حتى نرى الله جهرة حتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه فما له لا يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى فيقول هذا كتابي فخذوه هذا تعنت اليهود يريدون أن الله يكلم كل واحد منهم ويقول هذا كتابي إليك فأعمل به ولم يقبلوا من روح الله القوي الأمين جبريل عليه السلام ما قاله لهم نعم فجاءت غضبة من الله تعالى فجاءتهم صاعقة فصعقتهم فماتوا أجمعون نعم جاءهم غضب من الله لما قالوا هذه المقالة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فصاحبهم جبريل صاحبهم جبريل الصيحة الصاعقة صوت جبريل صاعقة صعقتهم فخروا أمواتا فقال موسى يا ربي أنا أخذت سبعين من خيارهم للقائك ساخترت منهم سبعين من خيارهم للقائك وقد وقع بهم ما وقع وماتوا ماذا أقول لبني إسرائيل سيقولون أنت قتلتهم سيقولون لموسى أنت قتلتهم فأحياهم الله جل وعلا استجابة لدعوة موسى عليه السلام أحياهم الله بعدما صاعقوا والله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى نعم فجاءتهم صاعقة فصاعقتهم فماتوا أجمعون قال ثم أحياهم الله تعالى بعد موتهم فقال لهم موسى خذوا كتاب الله فقالوا لا فقال أي شيء أصابكم قالوا متنا ثم حينا فقال خذوا كتاب الله قالوا لا قال فبعث الله ملائكته فنتقت الجبل فوقهم فقال هذه معجزة ثانية معجزة ثانية أن الله اقتلع الجبل أما أمر جبريل فاقتلعه من أصله ورفعه فوقهم تهديدا لهم ووعيدا لهم على أن يأخذوا التوراة يأخذوا التوراة فأخذوها وهم ينظرون إلى الجبل يخشون أن يسقط عليهم ولولا أنهم يخافون من سقوط الجبل ما أخذوها نعم فبعث الله ملائكته فنتقت الجبل فوقهم فقيل لهم أتعرفون هذا قالوا نعم الطور قال خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم قال خذوا الكتاب يعني التوراة خذوا ما آتيناكم يعني التوراة يعني اعملوا بها بقوة أي بقبول لا من أجل الخوف فقط نعم قال خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم قال فأخذوه بالميثاق وقال السدي لما قال الله تعالى لهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة هذه واحدة هذه واحدة أن الله نتقى الجبل عليهم ولم يأخذوا التوراة إلا بعد أن خافوا من سقوط الجبل عليهم والثانية لما قال الله تعالى لهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا وادخلوا الباب باب بيت المقدس وادخلوا الباب سجدا أي اسجدوا على الأرض طاعة لله وعبادة لله نعم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة أي حطة عنا خطايان واغفرها لنا فكلمة حطة هذه استغفار نعم فأبوا أن يسجدوا فأمر الله أبوا أن يسجدوا ودخلوا الباب يسحفون على أستاههم بدل أن يسجدوا لله عز وجل دخلوا يسحفون على أستاههم وقالوا في لما قال لهم قولوا حطة قالوا حنطة الحنطة يعني حبة الحنطة يريدون الأكل يريدون الأكل جادوا النون والعياذ بالله وقالوا حنطة يحبه في حنطة حبت حنطة وهي الأكل فهمهم الأكل وليس همهم طاعة الله سبحانه وتعالى وجادوا نونا من عندهم حنطة بدل حطة أي حطة عنا خطايان نعم لما قال الله تعالى لهم وادخلوا الباب سجده قال الإمام ابن القيم في النونية قال عن هذا الموقف أنه لما قال لهم قولوا حطة قالوا حنطة فجادوا النون في كلام الله سبحانه وتعالى ذكر هذا ابن القيم في النونية نعم فأبوا أن يسجدوا فأمر الله الجبل أن يرتفع فوق رؤوسهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا على شق ونظروا بالشق الآخر فكشفه عنهم سجدوا مكرهين سجدوا مكرهين ودخلوا الباب سجدا دخلوا الباب مكرهين يزحفون على أستاههم ولم ولم يسجدوا لله عز وجل هذه واحدة والثانية فوقولوا حطة فأبوا أن يسجدوا فأمر الله والثانية لم يقولوا حطة يعني حطة عن نخط قالوا حنطة حبة الحنطة يريدون الأكل نعم فأبوا يسجدوا فأمر الله الجبلان يرتفع فوق رؤوسهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا على شق ونظروا بالشق الآخر فكشفه عنهم ثم تولوا من بعد هذه الآيات وأعرضوا ولم يعملوا بما في كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم فقال تعالى مذكرا لهؤلاء بما جرى من أسلافهم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين نعم فصل ومن تلاعبه بهم أن الله سبحانه أن جاهم من فرعون وسلطانه وظلمه وفرق بهم البحر نعم هذا الموقف الثاني المخزي لهم أن الله لما نجاهم من عدوهم فرعون وأغرقه وهم ينظرون ونجاهم جميعا لم يشكروا نعمة الله عليهم فلما أتوا على قوم يعكفون على أصنام مشركين يعكفون على أصنام مشركين قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة تقليد الأعمى والعياذ بالله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي هالك تبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون نعم ومن تلعبه بهم أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه وفرق بهم البحر وأراهم الآيات والعجائب ونصرهم وآواهم وأعزهم وآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم أمرهم الله أن يدخلوا بيت المقدس الذي كتبه الله لهم لأن الله كتب بيت المقدس للمؤمنين كتبه للمؤمنين للمؤمنين إلى يوم القيامة فبيت المقدس ليس ملكا لليهود ولا ملكا لأحد غيرهم إنما هو مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى هو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجدي هذا والمسجد الأقصى المسجد الأقصى الذي هو الذي هو الذي هو المسجد الأقصى نعم ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم المسجد الأقصى يعني القدس ليت المقدس نعم ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم وفي ضمن هذا بشارتهم بأنهم منصورون ومفتوح لهم وأن تلك القرية لهم فأبوا طاعته وامتثال أمره وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون لأن كانت العماليق تحت البيت المقدس والعماليق قوم عظام الخلقة لا طاقة لأحد بهم لا طاقة لأحد بهم ولما رآهم اليهود قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون سألوا الله العافية خوفا من العماليق نعم وتأمل تلطف نبي الله تعالى موسى عليه السلام بهم وحسن خطابه لهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم وبشارتهم بوعد الله لهم بأن القرية مكتوبة لهم ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم وأنهم إن عصوا أمره ولم يمتثلوا إن قلبوا خاسرين فجمع لهم بين الأمر والنهي والبشارة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها يعني العمال فاذهب أنت وربك يعنون الله سبحانه وتعال فقاتل إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال الله جل وعلا فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض عاقبهم الله بالتيه فكانوا يمشون ثم لا يدرون إلا وهم راجعون إلى المكان الذي مشأوا منه حيرهم الله سبحانه وتعالى أربعين سنة على هذا النمط ومع هذا من عليهم في هذا التيه فأنزل عليهم المن وهو الحلوى وأنزل السلوى وهي طيور طيور السمانة أحسن الطيور فكانوا يأكلون من اللحم لحم الطيور ويشربون من النهر نعم فجمع لهم بين الأمر والنهي والبشارة والنذارة والترغيب والترهيب والتذكير بالنعم السالفة فقابلوه أقبح المقابلة فعارضوا أمر الله تعالى بقولهم يا موسى إن فيها قوما جبارين فلم يوقروا رسوله وكليمة حتى نادوه باسمه ولم يقولوا يا نبي الله وقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي يذل الجبابرة لأهل طاعته وكان خوفهم من أولئك الجبارين الذين نواصيهم بيد الله أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه وكانوا أشد رهبة في صدورهم منه ثم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة فقالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد أحدها تمهيد عذر العصيان بقولهم يا موسى إن فيها قوما جبارين والثاني تصريحهم بأنهم غير مطيعين وصدروا الجملة بحرفه التأكيد وهو إن ثم حققوا النفي بأداث لن الدال على نفي المستقبل أي لا ندخلها الآن ولا في المستقبل ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منها بدون قتال نعم فقال لهم رجلان من الذين أنعم الله عليهما بطاعته والإنقياد إلى أمره من الذين يخافون الله رجلان من أتباع موسى نعم فقال لهم رجلان من الذين أنعم الله عليهما بطاعته والإنقياد إلى أمره من الذين يخافون الله هذا قول الأكثرين وهو الصحيح وقيل من الذين يخافونهم من الجبارين أسلم واتبع موسى عليه السلام ادخلوا عليهم الباب أي باب القرية فاهجموا عليهم فإنهم قد ملئوا منكم رعبا فإذا دخلتموا فإنكم غالبون ثم أرشدهم إلى ما يحقق النصر والغلبة لهم وهو التوكل فكان جواب القوم أن قالوا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فسبحان من عظم حلمه حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة ويواجه رسوله بمثل هذا الخطاب وهو يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة بل وسعهم حلمه وكرمه وكان أقصى ما عاقبهم به أرددهم في برية التيه أربعين عاما يضل عليهم الغمام من الحر لم يقطع عنهم رحمته حتى وهم في التيه ما قطع عنهم رحمته ضلل عليهم الغمام من الشمس وأنزل عليهم المن وهو الحلوى وأنزل عليهم السلوى وهي طيور طيبة المأكل فكانوا في رغد من العيش وهم في التيه نعم بل وسعهم حلمه وكرمه وكان أقصى ما عاقبهم به أرددهم في برية التيه أربعين عاما يضل عليهم الغمام من الحر وينزل عليهم المن والسلوى في الصحيحين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى في وقعة بدر في وقعة بدر جاءه نعم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لن نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك فاذهب بنا إليهم نعم لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه حب إلي مما عدل به أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون ولكن ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه لذلك وسر به نعم فلما قابلوا نبي الله بهذه المقابلة قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق لما قابلوا يعني بني إسرائيل قابلوا نبي الله موسى نعم ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين نعم فصل ومنتهى فرمها عليهم أربعين سنة وضربهم بالتيه لا يدرون أين يمسون وأين يسيرون يسيرون ثم إذا فكروا إذا هم في المكان الذي كانوا فيه من قبل رجعوا إليه تحيروا والعياذ بالله أربعين سنة وهم على هذا الشكل ومات موسى عليه السلام في التيه بقي هارون عليه السلام يقودهم بقي معهم هارون عليه السلام يقودهم بعد أخيه موسى عليه السلام حتى جاء غلام موسى حتى جاء غلام موسى ففتح الله على يده بيت المقدس نعم غلام موسى يعني خادمه نعم فصل فصل ومن تلاعبه بهم في حياة نبيهم أيضا ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه من قصة القتير الذي قتلوه وتدافعوا فيه حتى أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها نعم قتل قتيل من بني إسرائيل ولم يدروا من قتله حتى يقتصوا منه لم يدركوا ويعرفوا من هو الذي قتله فبقوا متحيرين في أمره حتى أمرهم الله موسى أمر الله موسى أن يأمرهم لأن يذبحوا بقرة قالوا تتخذنا هزواء قال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فصاروا يطلبون أوصاف البقرة ما هي ما هي كذا وكذا في النهاية عرفوا صفتها في النهاية بعد التردد والأخذ والعطى وطول المدة فذبحوها وما كادوا يفعلون ما كادوا يفعلون يعني بعد التي واللتية فأمرهم الله أن يأخذوا شيئا من لحمها من جسمها ويضربوا به الميت أن يأخذوا قطعة من البقرة التي ذبحوها ويضربوا بها الميت فينخبرهم بمن قتله هذه معجزة فأخذوا قطعة منها وضربوا بها فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى فأحيي الله القتيل وقال فلان هو الذي قتلني كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون نعم ومن تلاعبه بهم في حياة نبيهم أيضا ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه حتى أمروا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها تدافعتم كل واحد يتهم الثاني نعم حتى أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها وفي القصة أنواع من العبر هذه معجزة لموسى عليه السلام معجزة لموسى عليه السلام وآية على صدقه نعم نقف عند هذا فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع لنا عند الاستغفار أن نقول حطة يعني حطة عنا خطايانا لا لا تقول هذا هذا لما قالت بني إسرائيل لكن قل اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لما قالت اليهود لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا هل يؤخذ من ذلك أنهم لا يعترفون لا يعترفون بالله ربا يعرفون أن الله ربهم ما نحد ينكر التوحيد الربوبية كل البشر مقرون بتوحيد الربوبية إنما الخلاف في توحيد الالوهية والرسل إنما دعت إلى توحيد الالوهية ما دعوا إلى توحيد الربوبية لأنهم مقرون به لكن لا يكفي إلا بعد توحيد الالوهية كل الرسل كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هؤلاء اليهود الذين قص الله خبرهم هل هم الذين أنجاهم الله من الغرق مع موسى عليه السلام نعم يقول هؤلاء اليهود الذين قص الله خبرهم من ذريته من ذرية الذين كانوا مع موسى نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كنت مسافرا ودخل وقت صلاة الفجر لكن سائق لكن سائق لكن سائق الباصل هم من ذريتهم ولكن الله خاطبهم كأنهم هم المعنيون لأن خطاب الآباء يتناول الأبناء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا كنت مسافرا ودخل وقت صلاة الفجر لكن سائق الباص رفض الوقوف لأداء صلاة الفجر حتى يجد محطة فخفت خروج الوقت هل لي أن أصلي في الباص وأنا جالس على حالي نعم صل وأنت جالس على حسب استطاعتك ولو بالإيماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أو هذه امرأة تسأل تقول من فرنسا تقول في مدرسة الأطفال عندنا يدرسون أطفالنا حضارة اليونان فهل يجوز لي أن أذهب بأطفالي إلى هذه المدرسة وإذا كان زوجي يجبرني فماذا أصنعه لا تذهبين بهم لا تذهبي بهم إلى مدرسة الكهر ولا تطيع تطيع زوجك في هذا أبدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا زوج ولا غيره نعم فضيلة الشيخ خفقكم الله هذا سائل يقول اللصقة الطبية التي توضع على الظهر لأجل آلام الظهر هل يجب إزالتها عند غسل الجنابة لا يمسح عليها إذا كان لبسها على طهارة يشترط أن يكون لبسها على طهارة ثم بعد ذلك يمسح عليها ويكون تطهيرا لما تحتها نعم فضيلة الشيخ خفقكم الله هذا سائل يقول صلاة الجمعة هل لها راتبة قبلية أو راتبة بعدية لها راتبة بعدية وليس لها راتبة قبلية ولكن من جاء يصلي من جاء قبل الصلاة يصلي ما تيسر له إلى أن يحضر الإمام ويستمع للخطبة وإن صلى ركعتين تحية المسجد وجلس فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم التسمية عند الوضوء ومن تركها ناسيا فماذا عليه تسمية عند الوضوء واجبة واجبة تسقط مع النسيان تسقط مع النسيان وتجب مع الذكر فإذا ذكر أنه لم يسمي في أثناء الوضوء يسمي ويستمر في وضوئه نعم ما يعيد الوضوء من أوله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول النعاس الخفيف هل هو ناقض للوضوء إذا كان من متمكن من نفسه جالس إذا كان جالسا غير مستند فإنه لا ينقض الوضوء كان الصحابة يعملون في النهار فإذا جاءوا لصلاة العشاء تخفق رؤوسهم من النعاس ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون كما في الحديث فالإنسان إذا كان جالسا وهو ينعس لا ينتقض الوضوء إلا إذا كان مستند إلى شيء فإنه ينتقض الوضوء لأنه لا يدري عن نفسه أما الجالس فهو يدري عن نفسه ويضبط نفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم اقتنائي للكلب لأجل حراسة الاستراحة لا بأس باقتناع الكلب للحراسة رخص في هذا للحراسة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول قال رجل إذا أتاني المال الفلاني فأتصدق منه بشيء ولما جاء المبلغ لم أتصدق فما حكم ذلك نفذت ما وعدت به استحب لك أن تنفذ ما وعدت به لأنه عبادة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول النظر في المصحف دون تحريك للشفتين هل يثاب فاعل ذلك لا إنما تكون القراءة بتحريك الشفتين أما القراءة بدون تحريك الشفتين فليست قراءة قراءة في القلب لا تعتبر قراءة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعد أداء الفريضة يقوم بعض الناس برفع اليدين للدعاء مباشرة يقول بعد أداء الفريضة يقوم بعض الناس برفع اليدين للدعاء مباشرة فأل هذا أمر مشروع لم يرد في هذا شيء ولكن من فعله فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تقبل هل يقبل صيام من لا يصلي لا ما يقبل من ترك الصلاة لا يقبل منه عمل لا يقبل منه عمل ما دام مضيعا للصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول زوجة والدي ظلمتنا كثيرا حينما كنا أطفال والآن تريد أن نحللها هل علي إذن إن لم أحللها لأني لم أقدر على ذلك ولا أنسى ما فعلت لا يلزمك أن تحللها ولكن يستحب لك أن تحللها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر نعم يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر ولكن الأولى أن من عذن فهو يقيم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عذن صحابي قالوا له فلان الصدائي وكان المعذن بلال رحمه رضي الله عنه لكنه لم يحضر فأذن الصدائي ثم جاء بلال واكتفى بأذان الصدائي ولما جاءت الإقامة راد بلال أن يقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء من عذن فهو يقيم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله رجل فاتته صلاة الجماعة فرجع إلى المنزل رجل رجل فاتته صلاة الجماعة فرجع إلى المنزل هل له أن يصلي بزوجته صلاة الجماعة ما تعتبر جماعة لكن تصلي بالاقتدى تقتدي به لا بأس أما أنها تعتبر جماعة مع زوجها لا أقل الجماعة رجلان نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا أو هذه امرأة تسأل فتقول ذهاب المرأة إلى المسجد لأجل الصلاة على الجنائز ما حكم ذلك لا بأس بذلك لا بأس بذلك أن تذهب وتصلي على الجنائز نعم فضيلة فضيلة الشيخ فقكم الله جاءت النساء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلينا عليه عليه الصلاة والسلام فراد كل مرأة تصلي وحدها ثم تذهب وتجيء الأخرى نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من صلى منفردا خلف الصف لأنه لم يجد مكانا فهل صلاته صحيحة لا ما هي صحيحة على رأي جمهور أهل العلم ليست صحيحة أما على اختيار شيخ الإسلام من تيمية فهي صحيحة لأن المصافة تسقط بالعجز نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم البداء بالبسملة في خطبة الجمعة ثم يأتي بالحمد بعد ذلك لا أصل لذلك ما ورد أن خطبة الجمعة تبدأ بالبسملة ولا نحدث شيئا من عندنا نعم تبدأ بالحمد لله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا أوصى الميت بتحديد من يغسله فهل يجب تنفيذ الوصية نعم يجب تنفيذ الوصية إذا كان الموصى يعرف أحكام التغسيل فهو أولى نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الصلاة في مكان فيه صور أو فيه تلفاز يعمل لا يجوز الصلاة في المكان الذي فيه صور إذا كانت الصور في مواجهة المصلي فهذا لا يجوز أن يصلي إلى الصور الصور المنصوبة يعني المعلقة على الجدار أو المنصوبة لا يجوز هذا لأنه يشبه عبادة المشركين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما المراد بالنياحة على الميت المنهي عنها هل هي البكاء النياحة على الميت رفع الصوت رفع الصوت ب ندب الميت وفلان ورأساه وكذا هذا هو النياحة رفع الصوت بصفات الميت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسافر أن يصلي صلاة العشاء قصرا خلف إمام يصلي صلاة المغرب نعم يجوز ولكن إذا سلم الإمام من المغرب يقوم ويكمل صلاته أربع ركعات نعم فضيلة الشيخ لا يحضر ندواتهم لأنه يسري إليه ما سرى إليهم من البدعة نعم فيصاب بها نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآية يقول من استغفر بهذا القصد حتى ينزل المطر وحتى يحصل له الرزق هل فعله هذا مشروع نعم هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه لما خطب في الاستسقاء لم يزد على الاستغفار لم يزد على الاستغفار نعم لما فيه سورة نوح عليه السلام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كنت في طريق مزدحم وفاتتني صلاة الجماعة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كنت في طريق مزدحم وفاتتني صلاة الجماعة بسبب الازدحام يقول إذا كنت في طريق مزدحم وفاتتني صلاة الجماعة بسبب هذا الزحام هل يكون هذا عذرا لي عذرا شرعيا نعم يعتبر عذرا شرعيا لأنك لم تتمكن من الصلاة بسبب الزحام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من يكثر من الاستغفار لكنه لا يقلع عن الدم فهل هو مثاب على هذا الاستغفار لا من شروط الاستغفار الإقلاع عن الدم أول شرط الإقلاع عن الذم والثاني أن ندم على ما فات والثالث العجم أن لا يعود إلى الذم هذه شروط صحة الاستغفار نعم فضيلة الشيخ نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول يقول هل صحيح من يقول بأنه لا بعث بأن يجمع الإنسان بين الأديان السماوية الثلاثة وأنها كلها حق نعوذ بالله هذا باطل عياذ بالله فلا من باطل ولا يصح أن يقال أبدا يجمع بين الكفر والإيمان نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم بيع السلعة بأكثر من السعر المحدد لا إذا خدد السعر فيبيعها بما خدد نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول رجل اشترى سيارة جديدة ثم قام بالقراءة عليها قراءة الفاتحة والمعوذات وعلى علبة ماء يقول ثم رش الماء المقري على السيارة لأنها جديدة هل فعله هذا مشروع إلا عد علينا السؤال إذا باعها بأكثر يقول هل يجوز للشخص أن يبيع بسعر أكثر من المحدد نعم يجوز هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا اشتري له أضحية وأعطاه درهم فالرجل اشترى شاتين بدرهم وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بشات ودرهم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك فكان لا يشتري شيئا إلا ربح فيه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بلدنا يكون الحضور لأجل العزاء وتجهيز الأكل للمعزين لمدة ثلاثة أيام لا يجوز هذا هذه السيطين ترى أجبنا عليها ما أدري كيف أعدتها علينا لا يجوز هذا لا يجوز صنعة الطعام للمعزين لا يجوز الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام لهم من أهل الميت هذا لا يجوز محرم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا سمعت اسم صحابي فهل يجب علي أن أقول رضي الله عنه نعم صحابة نترضى عنهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هذا الله رضي عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا صلى رجل وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فهل تجب عليه الإعادة لا صلاته صحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل محتاج إلى عمل عملية جراحية لكنه لا يملك المال فهل يعطى من الزكاة نعم يعطى من الزكاة وهو أولى من يعطى من الزكاة لحاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا وجدت منفردا خلف الصف والصف لم يكتمل هل من الأفضل أن أصف معه أو أكمل الصف الأول لا تصف معه صف مع الصف ادخل في الصف وهو مخطي في موقفه هذا ولا تصح صلاته لا صلاة لفذ خلف الصف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الأفضل للإذن أن يعتمر عن والديه أو يعتمر عن نفسه إن كان أدى عمرة الإسلام فلا بأس أن يعتمر عن والديه بل يستحب أن يعتمر عن والديه لأن هذا من البر بهم نعم لكن لا يجمع بينهما في عمرة واحد وإنما لكل واحد عمرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندما يريد الأب أو الأم أن يحصن أولادهما بالأوراد هل لابد من حضورهم أمامهم لا ما هو لازم يعيد مع ورده يورد لهم مع ورده في الصباح والمساء ويدعو لهم ولو لم يكونوا حاضرين نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول المرأة التي تصلي مع زوجها هل تقف بجواره أم خلفه لا تقف بمحاذاته إنما تتخلف عنه شيئا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من راجح وفقكم الله في مسألة تعليق الرقى على الأولاد إذا كانت من القرآن يش يقول من راجح وفقكم الله في مسألة تعليق الرقى على الأولاد إذا كانت من القرآن تعريف تعليق تعليق الرقية تعريب تعليقها تعلق على رقبته الرقية نعم حسب ثول الرؤية لا لا تعلق على الأطفال لأنهم لا يتحاشون النجاسة و يحصل امتهان للقرآن وأيضا تعليق الرقية من القرآن وسيلة إلى أن تعلق الرقى من غير القرآن إذا فتح الباب هذا رأي جمهور أهل العلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط عند إخراج الزكاة أن يخرج أفضل الموجود نعم هو الزكاة تجيب في المتوسط تجيب في المتوسط من المال لا من الجيد فقط ولا من الردي ما تجزي من الردي ولا تجب من الجيد ولكن من المتوسط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول دعاء الله سبحانه وتعالى عند أضرحة الصالحين والأنبياء ما حكمه لا يجوز هذا من وسائل الشرك حياذ بالله وليست القبور محلا للدعاء يبعى عندها إنما يدعى لها للأموات ولا يدعى عندها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ترفع السبابة عند الدعاء نعم ترفع عند الدعاء إشارة إلى الوحدانية نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب المسلم على خطبة أخيه يقول جاء في حديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبى الجهم قد خطباني خطبها رجلان يقول كيف نوفق بين هذا وهذا ما علم أحدهما عن الآخر نوفق بينهما بأنه لم يعلم أحدهما بخطبة الآخر وإذا لم يعلم فلا شيء فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يقول هل هذا الأمر خاص بالفاسق أنه يتبين من خبره أو كل أحد أيضا لا بالفاسق لأنه محل تهمة أما الإنسان الذي لا يعرف عنه شر فالأصل فيه العدالة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الشخص الذي انتحر لوجود مرض نفسي أصيب به يقول هل يصلى عليه لا يصلي عليه الإمام الأعظم ويصلي عليه بقية الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول زوجتي ترفع صوتها علي وتتصرف معي بما لا يليق فهل تعتبر بذلك ناشس نعم هذا من النشوذ رفع صوتها عليك هذا من النشوذ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل للمرأة أن تأتي إلى المسجد وتحضر أطفالها الصغار جدا معها مع أنهم يصدرون أصوات وقد يؤدون لا تحضر إلى المسجد تبقى مع أطفالها ولا تؤذي المصلين وتسيء إلى المسجد لأطفالها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الأفضل لطالب العلم أن يكثر من قراءة تفسير ابن كثير رحمه الله أو من قراءة تفسير السعدي رحمة الله عليه كلاهما طيب كلاهما طيب فبأيهما قرأ فذلك حسن نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال إذا لم تكن متناهية الضعف أو لها شواهد فإنه يستدل بها الترغيب والترغيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل يدعو لوالديه في السجود باستمرار ويدعو للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه دائما في سجوده فهل فعله هذا مشروع نعم طيب بعد أن يدعو لنفسه ولوالديه يدعو لمن شاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول طالب العلم البعيد عن والديه هل له أن يرجع إليهم إذا كانوا بحاجة له لكن البلاد فيها فتنة يرجع إليهم ويعتزل الفتنة يبتعد عن الفتنة ويرجع إلى والديه يبر بهما نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المعلم هل له أن يأخذ هدية من جميع طلابه وليس واحدا منهم إذا كان له مرتب فلا يجوز له أن يأخذ من الطلاب أما إذا لم يكن له مرتب فإنه يأخذ من الطلاب لا بأس إنها حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند اختلاف الفتوى من عالم إلى آخر فبماذا يأخذ الشخص يأخذ بما دل عليه الدليل من فتاوى العلماء يأخذ بما دل عليه الدليل فإذا لم يكن يعرف الدليل يسأل أهل العلم عن هذا القول وما دليله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندما ينتهي المسلم من قراءة القرآن هل له أن يقبل المصحف قبل وضعه روية هذا عن بعض الصحابة أنه يقبل المصحف وإذا فعله إنسان فلا بأس نعم وكذلك فضيلة الشيخ وفقكم الله يسأل عن حكم تعليق الآيات على الحائف وضعها في لوحة لا هذا ما ينبغي لأن هذا يعرضها إلى الامتهان تسبط اللوحة وتمتهن وأيضا المجلس قد يكون فيه معاصي وسيئات ولا يليق بمكان فيه القرآن معلق هنا فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول إذا وضعت المرأة طلاء على أظافرها ما يسمى بالمناكير هل يجب إزالته عند الوضوء ضروري لا بد من إزالته عند الوضوء وإلا لا يصح وضوءها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من ندر لله أن يضحي في كل سنة ثم عجز في بعض السنوات فما الواجب عليه كفر عن يمينه كفارة النذر كفارة يمين كما في الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند ابتداء الطواف بالبيت عند ابتداء الطواف بالبيت هل لا بد من الإشارة باليد سنة الإشارة سنة الواجب المحاذات حاذات الحجر الأسود في بداية الطواف في كل شرط وإذا أشار إليه فهذا سنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب التي تؤخر الحيض أو تمنعه عندما تريد الحج أو العمرة لا بأس بذلك ولكن تستشير الأطبة ربما تكون هذه الحبوب تضرها في مستقبلها نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم بيع وشراء القردة حرام حرام بيع شراء القردة شراء الكلاب شراء السباع كل هذا حرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول إذا كتبت شرطا على زوجها في عقد الزواج أنه لا يمانع من وجود خادمة ثم مانع بعد ذلك فما الحكم لا يجوز له ذلك المسلمون على شروطهم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إنسان ضاع جواله في المسجد فهل له أن يسأل الإمام ويسأل بعض الموجودين في المسجد أم أن هذا من إنشاد الضالة خارج المسجد يسألهم خارج المسجد لا يسألهم في المسجد نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول المصلى الذي لا تصلى فيه الصلوات الخمس هل يجب أن يدخله الإنسان وهو ليس على طهارة كبرى نعم لا بس بذلك لأن هذا لا يسمى مسجدا وإنما يسمى مصلى نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول الذي يقوم بتغسيل الكل هل يجوز له الجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى ذلك فلا باس لأنه مريض والمريض يباك له الجمع نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول الخطير في خطبة الجمعة هل له أن يرفع يديه في الدعاء نعم يرفع يديه في الدعاء عند الاستسقى إذا استسقى دعا بالاستسقى يرفع يديه نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول رجل طلب مني أن أضمنه أن أضمنه بدين هل لي أن أخذ أجرا على هذا الضمان لا الضمان بذل معروف والمعروف لا يأخذ عليه أجر نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا السائل يقول من فاتته الصلاة الفجر مع الجماعة فهل له أن يؤخرها إلى انتهاء الدوام سأل الله العافية لا صليها في وقتها ولا يجد له تأخيرها عن وقتها إذا أخرها عن وقتها من غير عذر فإنها لا تقبل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا أي مفروضا في الأوقات نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا السائل يقول التصدق عن الميت عند مرور أربعين يوما من وفاته لا أصل لهذا هذا بدعة نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا السائل يقول هل لي أن أنقل بعض المصاحف من مسجد إلى آخر لا المصاحف تراجع فيها وزارة الشؤون الإسلامية وزارة الشؤون الإسلامية وهي التي وهي التي تتصرف نحوها بما يليق بها نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا السائل يقول من مات وقد ركب ضرسا من الذهب فهل يخلع بعد وفاته إذا كان في مشقة في قلعه وتأثر الجسم فلا يقلع أما إذا كان لا مشقة في نزعه انزع نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا شكرا لكم شكرا